نتيجة اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل أساسي على عائدات النفط تبرز اليوم ضرورة تقليص الانفاق العام بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وزارة النفط عمدت إلى توجيه الشركات العاملة على تطوير حقول النفطية لتقليص الانفاق للعام القادم مع التركيز على زيادة الانتاج مع مراعاة التقليص رغم صعوبة المهمة بسبب الظروف التي تواجه العراق الظروف الاقتصادية ونقص الإرادات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط وبالتأكيد الوزارة حريصة على تنفيذ برنامجها بزيادة الانتاج لكن مع مراعاة التقليص هذا الانفاق وبالتأكيد للظروف التي تواجه البلد والشركات العالمية تقدر هذا الموضوع لأن الأزمة الاقتصادية لا تصيب العراق فقط وإنما تضرب اقتصاديات الدول المنتجة هذه الألية التقشفية قد لا تخلو من السلبيات والعلى من أبرزها ارتفاع السقف الزمني لعمليات التطوير إلى سنوات قادمة معرقلات يراه المعني أمورا عابرة شريطة عدم تأثيرها على عمليات الانتاج بدلا من أنه تكون 18 مليار دولار مجموع يعني الانفاق حوالي 11 حقل اللي هي تحت التطوير يكون بحدود الـ 12 مليار دولار لذا أنه طلبت من الشركات أنه تقليل ميزانياتها الاستثمارية للسنة القادمة بدلا ما مثلاً 2020 نكون إحنا وصلنا لأهداف النهائية من عمليات التطوير ممكن أنه تصير 22 أو 23 يا الله تكمل عمليات التطوير إجراءات جاءت نتيجة الظروف التي يعيشها العراق والمهم في الأمر أن تفهم شركات العالمية وقع حال السوق النفطية وتداعيتها على الاقتصاد العراقي والعالمي عموماً من بغداد نور الأسدي المدى